على حد علمي أنه فيه فرق كبير جداً بين المرض النفسي والمرض العقلي باختصار المريض النفسي بيبقى عنده مشاكل في شخصيته وطباعه طريقة تعاملاته مع اللي حواليه بس هو مدرك كويس قوي في نفس الوقت كده هو بيعمل ايه؟ بيبقى مسؤول بشكل كامل عن كل تصرفاته ما ينفعش أن احنا نعفيه من المسؤولية لو عمل حاجة تخالف الشرع أو القانون بس المريض العقلي أو زي ما بيقوله مريض في عقله هو اللي عنده خلل في وعيه وإدراكه ممكن يعمل أي جريمة وهو مش حاسس هو مش عارف وهو بيعمل ايه؟ زي الناس اللي بنشوفها ساعات في الشوارع مش يتكلم نفسها بيعملوا تصرفات ما ينفعش يعملها اي حد عائل عشان كده لو كان جوزك عندهم مرض نفسي يناهد زي ما أهلوا حاولوا ان هم يبرروا ويدلوا أعذار ما يدلوش أي عذر بكل اللي عملوا ولا يعفيه من المسؤولية لأن المريض النفسي حاجة والمجنون أو اللي فاقد عقله حاجة يخالص اشتركوا في القناة